في رسالة وجهها رئيس الجمهورية للشعب الجزائري تخليدا للذكرى المزدوج لهجمات الشمالي القسنديني وانعقاد مؤتمر السمام أكد أن الحدث الأول رسخ التلاحم بين المجاهدين وشعبهم حتى النصر والثاني عزز هذا المكسب التاريخي بتعميم وتنظيم كفاح المسلح الرئيس اغتنم المناسبة الداعي للجزائريين إلى رص الجبهة الداخلية وتفجير الطاقات الخلاقة وتدفق الأفكار كما دع الرئيس إلى مشروع التغيير الجذري الشامل المتمثل في تشييد جزائر قوية وعادلة بمؤسسات ديمقراضية يتنافس فيها الجميع على قاعدة الكفاءة والتفاني في خدمة الصالح العام ونكران الذات وسمو الأخلاق رئيس الجمهورية دعا أيضا إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة من أجل الانخراط الكامل في معركة التغيير الجذري التي شرعنا فيها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كمن خرط أسلافنا بالأمس في معركة تحرير الوعي تاركنا جانبا كل هذه الحسابة الضيقة والاعتبارات الشخصية لتحقيق هدف واحد وهو نهضة الجزائر العزيزة وإشعاعها الإقليمي كما جدد الرئيس التزامه بمواصلة عملية استرجاع رفاة المقاومين المتواجدين بفرنسا حتى تحتضن تربتنا الطاهرة رفاة جميع شهدائنا المهجرين والمنفيين معززين مكرمين في وطنهم المستقل وبين ذويهم